السلام عليكم العمل الإرهابي في ساحة الطيران وكذلك استشهاد من أبطال الحجد الشعبي في محافظة صلاح الدين متوعداً خوارج العصر بالقصاص العادل والرد المزلزل وكالعادة استعرضنا اليوم مستجدات جائحة كورونا والإجراءات الحكومية وما اتخذته وزارة الصحة من تدابير لمواجهة هذه الجائحة وكذلك نسبة الإصابات وزيادة عدد الفحوصات نتيجة لتحسن البنى التحتية في وزارة الصحة كما تعلمون اليوم العالم يشهد في أكثر من دول أوروبا ودول الجوار هناك ازدياد كبير في عدد الإصابات وهناك مشاكل كبيرة في البنى التحتية الواقع الصحي لدول لديها أنظمة صحية متطورة ومتقدمة العراق الحمد لله اليوم تلاحظون نسبة الإصابات الموجبة من عدد الفحوصات هي تقريبا 2% نسبة الشفاء بالعراق الآن تقريبا 95% ونسبة الوفيات بحدود 2% هذا نتيجة لإجراءات الحكومية التي اتخذتها ووزارة الصحة بعد أن أضافت أكثر من 14 ألف سرير وأضافت أكثر من 47 معمل أوكسجين بالإضافة إلى أكثر من 10 ألف جهاز تنفس صناعي وإضافة أكثر من 70 مختبر متخصص بعد أن توفرت كافة الأدوية ومستزمات الطبية إضافة أكثر من 80 مستشفى بالإضافة إلى تدريب الملاكات الطبية والصحية وإضافة أجهزة التشخيص أكثر من 216 جهاز بي سي آر وأكثر من 47 جهاز مفراز حلزوني وبعد أن دربت وزارة الصحة ملاكاتها للتعامل مع هذا المرض الوباء الفتاك الذي أصبح مشكلة حقيقية تواجه الأمن الصحي العالمي اليوم أيضا حقيقة تطرق مجلس الوزراء إلى أقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة والمتعلقة بتوفير المستزمات برفع إنتاج حقل الناصرية النفطي بقيمة 100 ألف برميل يوميا ودعما لجهود وزارة التعليم العالي والحركة العلمية في البلاد قرر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض إلى المعهد التقني في بابل وكذلك إلى المعهد التقني في الناصرية أيضا اليوم اطلع مجلس الوزراء على إجراءات وزارة الصحة فيما يخص توفير اللقاح كما تعلمون بعد إقرار اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية للدخول باتفاقية مع كوفاكس باسلتي مرفق كوفاكس وكذلك حجز 16 مليون جرعة من هذا المرفق الذي هو تحت إشراف منظمة الصحة العالمية خصص العراق المبالغ المالية اللازمة لهذا الموضوع ودفعت هذه المبالغ إلى هذا المرفق وكذلك دخل العراق باتفاقية مع شركة فيزر وكملت هذه الاتفاقية من حيث توفير المبالغ المخصصة لهذه الاتفاقية وتوفير المستزمات الضرورية لاستخدام هذا اللقاح من حيث توفير البرادات الخاصة والتي هي ناقص 70 درجة مئوية وكذلك المحالية الخاصة والمستزمات الخاصة بهذا اللقاح وتم تخصيص أكثر من 60 منفذ للصرف ونحن الآن في تواصل مستمر مع شركة فيزر بالإضافة إلى قيام الهيئة الوطنية للأدوية ومستزمات الطبية بإقرار ثلاث لقاحات اللي هو لقاح أسترزينيكا ولقاح فيزر وكذلك سينوفار وهذه اللقاحات الآن أعلنتها الشركة العامة لتسويق الأدوية ومستزمات الطبية وتم الاتفاق مع شركة أسترزينيكا لتوفير 2 مليون لقاح حقيقة هناك جهد حكومي متواصل بإشراف دولة الرئيس الوزراء وأيضا تم تكليف معالي وزير الخارجية ووزير الصحة بالتواصل مع السفراء العراق في الدول المنتجة لهذا اللقاح بالإضافة إلى الدول المصنعة وسفراء الدول المصنعة الموجودين في العراق تواصل مستمر وهناك إن شاء الله نتائج قريبة نحصل عليها كذلك اليوم خصص مجلس الوزراء مبلغ 100 مليون دولار لتوفير اللقاحات ولتكملة الاحتياج الفعلي لهذه اللقاحات وزارة الصحة وبدعم من مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء متواصلة مع كل دول العالم حول موضوع اللقاحات وكذلك توفير البنى التحتية فيما يخص مجابهة هذه الجائحة من حيث توفير عدد الأسرة توفير المستشفيات الدعم إلى كل المحافظات ولاحظتمكم في الآمن الأخيرة هناك الكثير من المراكز التي تم افتتاحها في بغداد والمحافظات وهذه المراكز ساهمت بشكل كبير لاحتواء هذه الأزمة وتقليل نسبة الوفيات بالإضافة إلى العمل الدؤوب لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بمتابعة تنفيذ المستشفيات المتلكئة اليوم لدينا 24 مستشفيات وعيدة للعمل وهي المستشفيات التركية الألمانية الاسترالية والإماراتية في محافظة النجف هذه المستشفيات حققت نسب إنجاز عالية وأيضاً الآن وضعنا خطة بعد أن تم تقريباً الانتهاء من واستلام مستشفى التركي الإمام الحسن المشتبة والذي الآن هو في طور الاستلام النهائي من قبل اللجان الهندسية وكذلك المستشفى النجف التعليمي المستشفى الألماني واليوم هناك تطور ملحوظ بنسب الإنجاز في مستشفى الناصرية التعليمي الذي بدأنا بعد أن انتهت نصب كل الأجهزة الخدمية ومن أجهزة التبريد التدفئة المفرغات وما إلى ذلك بدأ اليوم نصب الأجهزة الطبية ووصول الأجهزة الفندقية لغرض إتمام هذا المستشفى وكذلك وضعت وزارة الصحة من خلال لجنة الأمر الديواني التي تشكلت حسب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء لجنة الأمر الديواني 43 الخطط اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات وإن شاء الله قريباً سنباشر بعمل هذه المستشفيات بعد أن تتم وزارة الصحة والجهات القطاعية الأخرى استكمال هذه الإجراءات وتوفير كل الإمكانيات المالية والبشرية لتشغيل هذه المستشفيات شكراً جزيلاً إذا أكو أي سؤال؟ السلام عليكم معالي الوزير ياسر عامر مراسل قناة العراقية الإخبارية أريد أسأل على قضية تعينات الأختصاصات المتعلقة بالمجال الطبي هل الحكومة جادة بتضمينهم في قانون الموازنة؟ شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً طبعاً كما تعلمون عام 2020 أقر مجلس الوزراء تعيين خريجي عام 2018-2019 وفعلاً تم مباشرة الأطباء وأيضاً تم تعيين خريجي كليات المشمولة بقانون 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث لهذا القانون من خريجي كليات الصحية الساندة وبالفعل تم تعيينهم وتوزيعهم على المؤسسات الصحية ولكن مباشرتهم كانت مقرونة بإقرار الموازنة سواء لعام 2020 أو 2021 الآن الحكومة اتخذت القرار وخصت الدرجات الوظيفية لتعيين خافة الخريجي كليات المجموعة الطبية والصحية والتمريضية وكليات العلوم المشمولين بقانون 6 لسنة 2000 وننتظر بإذن الأقرار الموازنة لغرض مباشرة خريجيه 2018-2019 و2019-2020 السلام عليكم معي الوزير سعد البدراني رئيس ساحرة الصحية للإعلام عندي سؤال بشقين الشق الأول هل توجد نية إلى وزارة الصحة على استئناف الدوام في المدارس ورياض الأطفال والجامعات والسؤال الثاني دللاحظ في الفترة الأخيرة عدم تواجد كوادر الطبية قرب المدارس ورياض الأطفال وعدم وجود التعفير ببعض المدارس كان من هذا الموضوع نحس أن الوضع أصبح قليلا على هذا الوضع لو الموضوع أن الكوادر الطبية كانت قليلة في هذا المجال شكرا جزيلا كما تعلمنا حضراتكم قرار اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية حينما اتخذ لغرض بدء العام الدراسي في 29 داعش كان مستند على دراسة مستفيدة لمدة أشهر ما بين وزارة الصحة وزارة التربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكانت هذه الدراسة مبنية على لجنة من الخبراء والمستشارين من الوزارات الثلاث وأيضا حسب الضوابط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وكان الدوام هو يوم واحد بالاسبوع بالنسبة لطلبة المدارس على اعتبار أنه نقلل الأعداد كما تعلمون هناك مدارس ولا سيما المدارس الحكومية قد يصل عدد الطلاب أكثر من 40 طالب في المرحلة الواحدة ولذلك قررنا أن يكون عدد 8 إلى 12 طالب مع استمرارية التباعد حقيقة هناك متابعة جادة من قبل وزارة الصحة كما تعلمون اليوم عدد الفحوصات التي أجريت لطلبة المدارس لحد الآن أجرينا 700 ألف فحص مختبري لطلبة المدارس والكليات والهيئات التدريسية منذ بدل عام الدراسي وأتوقع هذا العدد هو مو قليل من الفحوصات عدد كبير نسبة الإصابات الحمد لله والشكر تحت السيطرة وقليلة هناك متابعة يومية هناك إجراءات تتخذ بحق مو فقط المدارس وإنما حتى الكليات لدينا توجيهات لكل المدراء العامي في المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات لغلق أي مدرسة تظهر فيها إصابات محددة حددناها إذا كانت خمس إصابات بالصف وإذا كانت أكثر من خمس إصابات لأكثر من الصف يتم غلق المدرسة غلقنا الكثير من المدارس التي لم تلتزم بهذه التعليمات سواء حكومية أو أهلية وكذلك نفس الشيء مع الكليات دكتور العفو هل يوجد جوالة مثل أرضاء أو بعض الممراضين يأخذون جولات أو حملات على بعض المدارس حقيقة لدينا فرق جوالة مستمرة متابعة ولدينا موقف يومي للمدارس التي يتم إجراء الفحوصات المختبرية لها وكذلك عدد المصابين أو المشتبه بهم وتتم متابعة الطلب المصابين في بيوتهم مع حجر هذه العائلة واتخاذ الإجراءات الطبية السلام عليكم سيادة الوزير سيد الدين الإبراهيمي قناة الحدث اليوم في ظل الظرف الصحي الموجود في العراق وفي ظل مناقشة موازنة 2021 هل تم إدراج مشاريع المستشفيات التي لم يتم إكمالها في ظل النقص الحاصل في المؤسسات الصحية الشقة الثانية من السؤال الجيش الأبيض يستحق منه الكثير لما قدمه خلال فترة مكافحة جائحة كورونا متى سيتم تكريم هذه الجهود التي بذلت خلال الفترة لا سيما الذين أصيبوا وتوفوا خلال هذه الجائحة شكرا لك شكرا جزيلا طبعا كما تعلمونك من أولويات الحكومة بعد استلامها لمهامها حقيقة هو النهوض بواقع البنى التحتية وكانت هناك أولوية لوزارة الصحة من حيث تخصيص المبالغ لإكمال أو استكمال المستشفيات المتلكية وبالفعل لجنة الأمر الديواني 45 برئاسة معالي وزير التخطيط وأيضا وكلاء وزراء ومدراء عامين من وزارة الصحة والتخطيط كانت الأولوية لوزارة الصحة لاستكمال هذه المستشفيات مثل مذكرة في بداية حديثي استكملنا المستشفى التركي تقريبا في طورة إلى التشغيل المستشفى الألماني المستشفى الناصرية التعليمي الآن 24 مستشفى أدرجة ضمن موازنة 21 وتم المباشرة بها فعليا عندنا المستشفى الألماني في المثنى عندنا المستشفيات الاسترالية في الديوانية في الرشاد في ديالة لدينا المستشفيات التركية في ميسان والبصرة وأيضا المستشفيات الموجودة الآن في طوس خورماتو والكوت تم استكمالها والمباشرة بها لدينا مستشفى المعامل مستشفى الحسينية أيضا تم المباشرة بها النهروان أربع مستشفيات في محافظة الأنبار عندنا مستشفى حديثة مستشفى هيت مستشفى القائم والقرمة ونسب إنجاز حقيقة متقدمة في هذا الموضوع أيضا مستشفى كاركوك أيضا تمت استكمال الإجراءات بالنسبة له ولدينا المستشفيات الألمانية في كل من سامراء والدور أيضا تم استكمال إجراءات مباشرة الحمل في الأربع وعشرين مستشفى مدرجة وإن شاء الله نسب الإنجاز تتقدم مع الأشهر حقيقة الجيش الأبيض كما تعلمون كان هناك قرار من اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية ومجلس الوزراء صوت لتخصيص قطع عراضي هناك بعض المحافظات استكملت بعض الإجراءات لدينا في الأيام القليلة القادمة في محافظة المثنى بعد أن تم تخصيص قطع عراضي لمنتسبين الذين تم استكمال تسجيل أسمام حوالي 4000 قطعة جاهزة ويتم توزيحة أيضا لدينا بالبصرة وباقي المحافظات هناك تنسيق مستمر ما بين وزارة الصحة والمحافظات وكذلك وزارة الإسكان لتخصيص هذه الأراضي هناك قانون الآن أيضا لشهداء الجيش الأبيض موجود في البرلمان العراقي ونتمنى من مجلس النواب الموقرني تم إقرار هذا القانون وأيضا كما تعلمون هناك تم اتخاذ قرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية لرفع التسكين عن منتسبي وزارة الصحة وكان هذا قرار حقيقة مهم جدا أن تتخذ اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية من أجل رفع التسكين عن منتسبي وزارة الصحة شكرا جزيلا